دكتورة برأيج يعني التظاهرات معروف ماكو احد يوقف وراها نقية حقيقية صادقة لكن بالمقابل اكو فساد وفعز دين وهذا متجذر بالكامل برأيج يعني شو رح تنوازن بها المعادلة بالحقيقة المعادلة صعبة جدا طبعا ماكو دولة يعني بالعالم هناك فساد بس بنسبة متفاوتة ولكن المشكلة الان القايمة في العراق انه الفساد متجذر بحيث صار اخطر من ظاهرة الارهاب احنا حتى موزنبيق قلبتنا احنا احنا الدلق لو يعني نرجع الى تسلسل العراق بالنسبة لدول الاكثر فساد هو تسلسل 169 من مجموع 180 احنا قريبين يعني يعتبر من الاول في درجة قمة الفساد احنا موزنبيق يعني استحديدا هاي الدولة يعني قل من عندنا فساد تمام ما هي هاي المشكلة صدراء يعني احنا في خضم المعاناة الاقتصاد العراقي من فساد كبير متجذر واصبح ظاهرة لا يمكن السيطر عليها السبب هو انه انواع الفساد كثيرة جدا ولكن المشكلة هنا في الفساد العراقي المتميز بخصوصية انه الاجزاء المشتركة بالعملية السياسية الاجزاء المشتركة بالعملية السياسية هي فيها تواطئ في موضوع الفساد بمعنى احيانا يمكن نطلق عليه الفساد الشبح بمعنى انه انا اطلع كمسؤول اتحدث عن الفاسدين وانتقد الفاسدين ولكنه انا اصلا يعني امارس من التناقض نعم فكأنه نرمي اللوم على شخص مجهول الشبح بس هو الفساد متجذر في مجمل العملية السياسية وبالتالي لا يمكن ان نصل الى اساس كم شبح لنا بالعراق والله اشباح كثيرة يعني الحقيقة بس اخطر شبح هو شبح الفساد وبالتالي نجد الاعلام دائما مليان من مسؤولين وسياسين يتحدثون هناك ولكن لم نستطع ان نعرف من هو الفساد الحقيقة الفساد متجذر من قدة نواحي حتى من اعلى مرتبة الى اقل مرتبة في دوار الدولة في المنظمات لدى السياسين المشكلة هنا انه ما نقدر نفصل ما بين السياسي والاقتصاد بمعنى انه السياسي اخحم نفسه في المواضيع الاقتصادية وبالتالي المصلحة الخاصة صارت اعلى من المصلحة العامة في الاستفادة من كل دينار موجود ممكن ان يجني هذا السياسي او مجموعة من السياسين وبالتالي هناك الكثير من السياسين في ندوات تلفزيونية هم صرحوا يعني انه احنا نعم ناخد رشاو احنا مفسدين الحقيقة على شاشة بمعنى اصبحت ظاهرة تلفزيونية كانت قبل يعني ظاهرة معيبة الا ان اصبحت موضوع للتباهي الحقيقة احسن شغلت